بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح اليوم موقع العمل QR Code لجميع المواقع والبرامج والصوتيات والواي فاي تعالوا نشوف الموقع وطريقة العمل والفئدة من الموقع طبعا يفيدنا في عمل QR Code لبعض الإعلانات ومنتجات الأدوية ومستحضرات التجميل بيفيد في المحلات التجارية بوضع الكود على كل منتج بيفيد أيضا في المواقع وعمل الكروت وبعض التصميمات لسهولة التواصل مع صاحب الإعلان نتكلم النهاردة يا شباب عن موقع QR Code طبعا موقع سهل وبسيط جدا جدا تقدر من خلال الموقع تعمل QR Code لبعض الأشياء اللي موجودة معنا زي روابط URL وعندنا زي بعض المواقع زي الفيسبوك وعندنا تويتر وعندنا بعض الصور وعندنا رسائل SMS وعندنا بعض الصوتيات وملفات PDF وعندنا النهاردة بعض الإيميلاات يا شباب ومن خلال الموقع أيضا تقدر تعمل تشفير QR Code للواي فاي اللي موجود معاك في الروتر تعالوا نشوف النهاردة إزاي بنستخدم الموقع يا شباب وإزاي بنقدر ننفذ QR Code QR Code الرمز اللي احنا شايفينه أمامنا يا شباب في الصورة الرمز ده موجود على بعض المنتجات وعلى بعض طبعا الأشياء اللي بنشوفها يوميا في حياتنا وهو طبعا في بعض الصحف أو بعض الجرائد على بعض المدليات وعلى بعض الأدوية زي ما أنتوا شايفين يا شباب وبيكون موجود على بعض المواقع وبيكون موجود على بعض التشيرتات وعلى بعض طبعا السيارات وعلى بعض وسائل الإعلان زي المجات اللي احنا بنشوفها في بعض الشركات الكبرى وعلى بعض الإعلانات الكبيرة اللي بتكون على الطرق طيب تعالوا نشوفوا النهاردة نعمل ازاي الQR كود يا شباب لأي حاجة احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية زي الواي فاي او رسائل SMS او الإيميل او عندنا بعض الروابط زي بعض المواقع تعالوا نشوفوا الفكرة هنعملها ازاي مع بعض يا شباب اول حاجة لو انا حابب اعمل عنوين الURL مثلا زي الموقع بتاعي باجيت مثلا على الموقع وبدخل في طبعا ايكونة الURL وبضغط على لسك هنا للموقع بتاعي وبعد لحظات صغيرة بيظهر لي الQR كود بتاعي الموقع بتاعي شباب بعد كده باخد الصورة بتاعتي ده شباب مثلا بعمل لها تحميل هنا وانتظر لحظات بسيطة الصورة بتنزل معايا بدون اي مشاكل على جهاز الكمبيوتر بتاعي بعد كده بحمل الصورة بتاعتي ده شباب وببدأ انشرها في المواقع بتاعتي او باخد الصورة بتاعتي وابدأ ارفعها زي ما انتوا شايفين على الموقع نفسه او في اي مكان او في كارت الدعاية بتاعي وببدأ من خلال برامج المسح الضوئي بدخل على الQR كود ده شباب بيدخلني على الموقع مباشر بدون اي مشاكل طيب تعالوا ندخل مثلا عندين هنا اشكال الQR كود بتبدأ ان انت تغيرها لو انت حابب ممكن تدخل على الموقع بقى وتشوف جميع التفاصيل ممكن تشترك في الموقع شباب علشان طبعا تستفيد بجميع المميزات اللي موجودة ممكن تعمل لجوة على طبعا الQR كود بتاعك ممكن تغير الشكل لو انت حابب عندين هنا اشكال كتيرة لطبعا الQR كود زي ما انت شايفين لو انت حابب تغير الشكل بتاعك لو انت حابب ان انت تشتغل بالشكل طبعا الافتراضي الموضوع بسيط وسهل جدا جدا عندنا ممكن رابط الفيسبوك بتاعك لو انت حابب تضيف الفيسبوك بتاعك يا شباب او رابط تويتر او عندك صورة مثلا ممكن تضيف العنوان بتاعها ومن خلال ال QR كود تبدأ تدخل عليها بكل سهولة لو انت حابب تعمل كود تشفير للواي فاي بتاعك يا شباب فبتضغط على الواي فاي اللي احنا شايفينه هنا بتضغط على W وعندنا هنا بعد كده البسورد مثلا بتقولي 20 20 20 20 20 وبعد كده بتاخد التشفير وتضغط على اظهار QR كود بتاعك شباب بيظهر لك ال QR كود زي ما انت شايفين كده بتبدأ تنزل الصورة زي ما قلنا وبتحمل ال QR كود بتاعك ده في المكان بتاعك لو انت شغال في الكفاتيرية في مثلا في قهوة فالموضوع بيكون بسيط ومن خلال الموبايل الموضوع بيكون سهل جدا جدا تعالوا نشوف الفكرة من خلال الموبايل هتتم ازاي شباب زي ما احنا شايفين يا شباب معايا كار ال QR كود زي ما احنا شايفين بيضغط عليها شباب وباج مثلا على الكمبيوتر بتاعي زي ما انتوا شايفين قال للواي فاي بتاعي طبعا وعندنا البسورد بتاعي 20 20 20 20 وقال لك عرض الكود والاتصال بالشبكة او نسخ كلمة المرور او نسخ اسم الشبكة زي ما انتوا شايفين هنقول الاتصال بشبكة الواي فاي في لحظات بسيطة نبص للأعلى كده فوق في لحظات بسيطة بيتم طبعا الاتصال بالواي فاي زي ما انتوا شايفين في الأعلى والدنيا بتبدأ ان هي تشتعل معايا بدون اي مشاكل الموضوع بسيطة شباب والموقع المجاني ياريت تكونوا استفادتم من شرح المعلومة اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته